السلام عليكم طلب وطالبات. الصف الاول اللا هداء دي نكمل مع بعض حل كتاب المعاصر درس الخمس والسادس. سؤال ايه يا شباب. خدنا حاجة اسمها يأخذ شاور يعني ها با شاور. number two. breakfast. الافطار. لانش. الغداء. and a our meals. ما كنت يعني الوجبات. طبعا ناقص واقبها يا شباب اللا هي الدينار. السؤال اللا بعد كده. our english teacher always asks us to do. دايما بيسألنا و دايما بيطلب مننا ان احنا ايه يا شباب نعمل project. اللا بعد كده. an email is a simple sent through the internet. يعني الاميل هو عبارة عن رسالة بسيطة بترسل خلال الانترنت. طبعا كلمة simple message. اللا بعد يا شباب. taking a is a favorite hobby. هو هي مفضلة بالنسبة لي. طبعا هو بالنسبة لبعض السياح. طبعا يا شباب بنا حاجة اسمها taking photos. يعني التقاط الصور. ده بيكون هواية لبعض السياحين. they have modern cameras. بالكاميرات الحديثة. اللا بعد. we often not shopping. طبعا كلمة shopping بتاخد go at the weekend. يبقى go shopping يا شباب. اللي هي يذهب للتسوق. اللا بعد. my brother is not short for a basketball player. طبعا. my brother يعني اخويا الى حد ما اصير على لعبة الباسكتبول. كلمة الى حد ما quite. اللي هي بتاعتها وراء. اللا بعد كده. we all like dr. احمد because he is kind and a. طبعا احب لحب الدكتور احمد عشان هو طيب وايه. هو دود يعني friendly. كده السؤال الاول فيها بيقول. peoples schools. تلميذ in my school في مدرستي. must not on their school uniform. طبعا شباب هنا يعني عايز يقولك. يجب ان هما يرتدوا. يعني put on. اللي بعد كده. look at the note. بص في ايه. we have a science lesson. عشان تعرف لنا مع حصة العلوم الساعة عشرة. صباحا يبقى بص في ايه شباب. في time table. يعني جدول المعيط. اللي بعده. he is fourteen. عنده 14 سنة زيكو. so he goes to the or to a school. طبعا علشان كده هو هيزهب الى مدرسة ايه. طبعا preparatory اللي هي مدرسة الاعدادية. اللي بعده يا شباب. what are you in not? يسألوا قالوا I am in preparatory one. يعني في الصف الاول الاعدادية ويسأل عن الصف كلمة grade are you. اللي بعده he works هو بيعمل computers. قالوا he is a computer engineer. طبعا الشباب عندنا حاجة اسمها with computer or works with computer. اللي بعده كده. I usually finish an email with. انا انهيت الاميل بتاعي. with طبعا مع بقي يا شباب بbest wishes يعني عطيب الامنيات. اللي بعده. people who come not at china are chinese. طبعا اللي بيجوا من الصين يعني from. بعد كده I like music. انا بحب الموسيقى but I am not good not at. عايزوا لجيد فيها يا شباب عندنا حاجة اسمها جدات يعني جيد في. صفحة اللي بعد كده عندنا exercise على الدرس الخامس والسادس. بيبتدي معايا بسؤال اسمه سؤال نص الاستماع. سؤال ده بسيط مفوش اي حاجة. انت بتسمع قطعة كويس جدا من المدرس بتاعك مرة واتنين. ومن خلال القطعة دي بتلاقي موجود فيها الاجابات اللي عندك في الاسئلة دي. تمام? علشان كده في الفيديو هنبدأ نحلها على طول. بقول لك هنا how old is amira? بيسأل عن عمر اميرا. she is not. طبعا في القطعة هيكون مدرس ايهلك she is twelve. وانت سمعتها بعتكتب هنا يا شباب she is twelve. اللي بعده where is she from? بيسأل عن مكانها برضو انا مجيبش حياة من دماغي لانا سمعته كلمة her جدا اللي هي الغرداء. اللي بعد كده اميرا is in not one at school. طبعا هيكون ايهلك برضو انها في preparatory يعني المدرسة الاعدادية او الاعدادي يعني اللي بعد كده she likes. هي بتحب طبعا بتحب مادة برضو في القطعة انا مجيبش حاجة من دماغي جدا في السؤال ده كل حاجة اللي انا بسمعه. يعني استماع كويس وتركز مع القطعة. ده عندي سؤال ده لك سؤال محادسة خلي بالك بقى سؤال محادسة ده انت لازم تقرف محادسة كويس جدا وترجمها كلها قبل ما تحلها لشان تعرف تستنبط الاجابات. طيب نهال is meeting a new girl called toa. نهال بتقابل بنت جديدة اسمها توة فبتقول لها it's good to see you. انا مبسوطة جدا ان انا قابلتك. فقيت لها me too وانا كمان. فبدأت تسألها سؤال يا شباب بتقول لها where are you from? طبعا سؤال ده تقليدي ومعروف لاني بالاجابة بتقول لها I'm from hergada من الغرداء. فهنا بتسألها بتقول لها يعني انتي منين او من اين انتي? فهتكون from. بعد كده تبدأ تقول لها hergada it's a beautiful. يعني مكان جميل جدا beautiful a هنشوف what great. طب هنا انا ممكن برضو اصنبط الاجابة. الغرداء دي مدينة يا شباب. فممكن راح تقول لها مثلا beautiful city. طب واحد تانية مثلا راح يقول لي beautiful place. مكان جميل او رائع. كل ده صح وكل ده مصبوط. المحدثة ملاقش اجابة واحدة. بعد كده ساعدتها هتلاها what grade are you in? طبعا كنت grade يا شباب يعني صفي بها تقول لها انا في الصف الاول. I am in grade one. يعني في الصف الدراسي الاول. اللي بعد كده قالت له what do you not after school? بتعملي ايه بعد المدرسة. فعندنا سؤال ماذا تفعل? سؤال شهير جدا. اللي هو ايه يا شباب? what do you do? هيتلاف الاجابة I usually not at shower. يعني انا عادة بعمل ايه? طبعا كلمة اشاور بيجي معاك المتهاف اشاور. اخدنا في اليونت. فكلمة اشاور واحد تانية يقولي take a shower. يا مستر رولك صح. اتنين صح. مفيش اي مشكلة. شباب نكمل السؤال اول بيقول are you not at math? حد بيسأل حد يعني هل انت شاطر في الماس او جايت فيه? قال له yes I am not bad at it. طبعا جايت فيه يا شباب يعني good at. سؤال بعده we use a mouse in not listen. طبعا كلمة اه ماوس بنستخدمها اللي هو الماوس يا شباب نحن نستخدم الماوس في ايه? طبعا فيه الكمبيوتر status في مادة الكمبيوتر او مادة الحاسب الالي. بعده my mother of in not shopping. طبعا قلنا كلمة shopping بيه مع go? at the weekend. نزلت يا مستر تحت ملقيتش go. لكن لقيت طب هنا عندنا الفاعل my mother ده فاعل مفرد في المدارع البسيط بضيف له s او e s فتبقى جايت. سؤال بعد we not go to the beach in winter. winter يعني الشتاء طبعا يا شباب محدش بيروح الشاطئ فين في الشتاء عادة يعني ما بروحش فتبقى never. اللي بعده what time do you not up at 6 am? كلمة اللي بتاخد up اللي هي يستيقظ قاله فيه ساعة سادسة صباحا يبقى ما الوقت اللي انت تستيقظ فيه يستيقظ يعني wake up. شوالي بعد كده بقول we have 7 نقط on school days. يعني احنا عندنا سبع اي في طبعا سبع lessons يعني حصص او دروس في اليوم الدروسي. اللي بعده my father works not computer. طبعا عندنا حاجة اخدناها اسمع works with computer. بعد كده I usually have a shower and read my book. نقط bed. كلمة bed يعني السرير طبعا هيا بقول انا بتناول او انا باخد الشور بتاعي وبقرأ كتابي على السرير او في السرير. كلمة اسمعها طبعا كلمة bed بتاخد معها in bed. اللي بعده Mark is from France. طبعا ده من فرنسا. he is a يا شباب طبعا هو French. اللي بعد كده. اي كده عندي سؤال correct. سؤال مرتوط بسؤال القواعد. اه ترجم على مهلي وابدأ واحدة واحدة احد. سؤال هو يقول no he ever does his homework after breakfast. يعني هو عايز يقول هو ابدا ما بيعملش واجبه بعد الافطار. كلمة does دي اصلا شباب فعل اساسي في الجملة. ممكن تتنفق بnever لان هي ما طفلها is. فهقول he never does his homework. سؤال بعده where are you come from? اوعدت لخبط طبعا هنا في سؤال عندي اسمه where are you from? طب طالما هجاب لك come. كلمة come دي فعلا شباب وجاي في المصدر. بقى حاول الجملة هنا او السؤال هنا في زمن المدرعة البسيط. مستخدمش or. لكني بستخدم كلمة ايه يا شباب? كلمة do. عشان ما عندي you فهقول where do you come from? اللي بعد كده. I sometimes watches TV. برافو عليك ابص على كلمة i عيني على الفعل دايما يا شباب. كلمة i هنا بفعل جمع بيجي معها الفعل فين في المصدر. يبقى اقول i sometimes وقول له watch TV. لان طبعا زي ما قلنا قبل كده. I, we, you, they. الفعل لما يكون جمع بيجي معها الفعل فين في المصدر زي كلمة watch. لكن لو مفرد he or she, it. بيجي معها الفعل مضاف له s او es. اللي بعد what subjects do they studied? طبعا يا شباب كلمة studied هنا جاه في زمن الماضي وان عندي do. طبعا ما شفت do او does احط الفعل فين في المصدر. خدها قاعدة كده. في حالة النفي او السؤال يعني don't او doesn't او do او does. اللي اربعة دول حطي الفعل في المصدر وانت معمد عين. خلاص. do او does سؤال او don't او doesn't. نفي يبقى الفعل فين في المصدر. يعني study هتتحول درجة على المصدر تاني باسمها study.